الدمج القوانين وفق المادة أمية من اللاعحة الداخلية بالمجلس قبل شوية كانت واجح إذا كان موضوع واحد هذه الاقتراحات اللي قدمت الأثنين قدموا مع اقتراحنا هذا اقتراحنا الأول طبعاً مو الاقتراحنا هم قدموا قبلنا بيومين هذا الاقتراح الأخير العفو الحالي عادل الدمخير حميدي سبيعي عمر الطبطباي واسامة الشاهين وعلي الدقباسي هذا اقتراحنا الحالي هم قدموا أيضاً في اقتراحين آخرين تقدموا نتعجب من الدمج أول شيء هذا الاقتراح يعني يتكلم عن مدة عن يوم ليلة 16-17 أوكي وبالتالي حددها زين هذا واحد من الاقتراحات يتحدد عن عفو من سنة 88 لليوم ل2015 يتكلم عن 27 سنة تكلم بالتالي في قضية دمج جمد المطالبة ايه وبالتالي شون ندخل هذا مع هذا ما علاقة شلحة الجلسة الياية هذا ما لا علاقة بس خلنا نتكلم عن النقطة هذه 27 سنة هذا نتكلم عن يوم قدم خالد الشطي ايه كلهم قدموا لك خالد الشطي زين هذه القضايا من دولة حتى العفو اللي تكلمنا عنها الآن في كثير من موادة الآن بعض موادة في التمييز اخذت براها فبالتالي يعني اغلب موادة يمكن احنا نوافق على نحنا نطرح للنقاش اقل من العدد المطروح هنا لان اخذ هذا هذا قبل التمييز كنا نسوينا وبالتالي في احكام في التمييز اطلعت فيها وبالتالي يعني راح تسقط او راح نوخر عن بعض موادة هنا يتكلم عن قضايا من دولة هذي يوجدها اغلب قضاياها قضايا قضايا جزاء زين الاقتراح الثاني يعني العفو عن الاخ عبد الحميد الدشت عبد الحميد الدشت حدده بالاسم قانون العفو وفق المادة 75 شي تكلم عنه هل العفو عن الاشخاص ولا العفو عن الجرائم ولا العفو عن العقوبات هذا عفو عن عقوبة هذا عفو خاص بهالطريقة هذي مو عفو عام العفو العام هو يعفو عن الجرائم ما يعفو عن الاشخاص ولا يعفو عن العقوبات فأهمتني طال عمرك وبالتالي اشعلاقة هذا بهذا باقتراحنا ما لحلاقة من ناحية الموضوع لذلك هذا خير لا أحي لذلك احنا قلنا لهذا هذا الأمر راح نتصدى له من ناحية دستورية ومن ناحية سياسية الرد عندنا رد موجود ورح نتصدى له في هذا الأمر احنا نطالب اما الفصل أو ارجاع للجنة التشريعية ارجاعه وفصله من اللجنة التشريعية او فصله من داخل المجلس والتصويت على العفو كل العفو الوحدة لأن احنا اصلا لما طالبنا بإرجاعه لما طالبنا بإلزام اللجنة التشريعية كنا نتكلم عن عفو مالنا ان هذا نلزم التشريعية خلال شهر لقدمة قدمته زينا اتفاجأنا ان هذول نضموا معاهم ما كانوا موجودين في الضم